الصلاةُ نور تُنيرُ القلوب وتُنيرُ الدروب يكتسبُ بها الإنسانُ نورًا من الله عز وجل يُميِّزُ بين الحقِّ والباطل يُهدى به إلى سواء السبيل في أمر دينه ودنياه يا أيها الذين آمنوا إن تتَّقوا الله يجعل لكم فرقانا هذا الفرقان ثمرةُ نورٍ يقذِفُه الله في قلب العبد والصلاةُ نور كما قال صلى الله عليه وسلم فمن أكثر من الصلاة واعتنى بها وحافظها قذَفَ الله في قلبه نورًا يُهدى به إلى سواء السبيل ويخرُجُ به من الظلمات إلى النور يُوفَّق إلى خير القول والعمل فحافظوا عليها واجتهِدوا في إقامتها على الوجه الذي يرضى به عنكم جلَّ فعلا أقيمُها في أنفسكم وفي أولادكم وأهليكم تعاهدوا زوجاتكم وبناتكم وأبناءكم وإخوانكم وأخواتكم وسائرَ قراباتكم في هذه الفريضة العظيمة تواصَوا بالحق فإن الصلاةَ أعظمُ الحق الذي يُتواصَى به ذكِّروا أنفسكم وأهليكم بإقامتها على الوجه الذي فرضَه الله تعالى ترجمة نانسي قنقر